ولتفاصيل أكثر ينضم إلي مراسلنا مباشرة من ريف حلب خالد أبو المجد أهلا بك خالد معنا في جولة الميدان إذن لو تضعنا في صورة أوضح للدفع الثالثة التي وصلت إلى مدينة الباب من مهجري دوما كم هي أعدادهم والهناك حالات طبية خطيرة؟ نعم قبل نصف ساعة فقط ما الآن نحن الآن على معبر أبو زندين الواقع غير مدينة الباب وصلت الدفعة الثالثة من مهجري مدينة دوما بغوطة دمشق طبعا عدد الحافلات كانت خمسة عشر حافلة أو ستة عشر حافلة ثلاثة من هذه الحافلات كانت فارغة لتبديل الآليات وثلاثة عشر حافلة تقل ما يقارب الستمائة مهجر معظمهم من النساء والأطفال وعدد من المصابين طبعا سيرة الإصعاف كانت متواجدة في المعبر ونقلت المصابين والذين هم بحالة حرجة إلى المشافئة الحدودية مع تركيا تم نقلهم بشكل مباشر لعلاجهم وتم نقل أيضا المهجرين إلى مخيم بالقرب من مدينة عزاز أنشأته عدة منظمات إغاثية طبعا هو بشكل مؤقت ومن ثم لإعادة نقلهم إلى مساكن دائمة يتم تهيئتها من قبل منظمات إغاثية وكذلك مجالس محلية نعم خالد ولكن هل المساحات هذه كافية التي تحدثت عنها نحن نتحدث عن آلاف وربما المزيد من الدفعات سوف تصل نعم أولا المهجرين ينزلون في مساكن مؤقتة أو مخيمات مؤقتة كشبيران ومخيمات أخرى أيضا على حدود السورية التركية لكن مباشرة يتم نقل عدد كبير منهم إلى مساكن دائمة طبعا ربما بعض المنظمات تقوم باستئجار منازل وتأمين المدنيين وكذلك عدد كبير من المدنيين وتحديدا من أبناء مدينة الباب يأتون إلى المخيم ويأخذون عدد من عائلات إلى مساكن بشكل مجاني طبعا هناك من هو يملك منزلين أو ثلاثة يقوم بنقل المدنيين كنوع من الأخوة والترابط بين الطرفين وإيضا المجالس المحليات تحاول تأمين عدد كبير من المنازل المدنية المتواجدة والفارغة لتأمين المدنيين وإسكانهم بها نعم خالد وما هي المنظمات غير الأهالي الذين يساعدون في هذه الدفعات الكبيرة من مهجري دوم ما هي المنظمات المسؤولة عنهم وما هي الخدمات التي يتم تقديمها لهم نعم عدد لا بأس بها من المنظمات تتواجد بشكل مباشر عند وصول أي دفعة من الدفعات من المهجرين طبعا أهم هذه المنظمات هي الهلال الأحمر القطري وكذلك أفادة تركيا ومنظمة ساعد ومنظمات أخرى كوقف الديانة التركي ولجنة إعادة الاستقرار وعدة منظمات ربما لا يسعون الآن ذكرها جميعها لكن الكل يتواجد الآن نحن نود أن ننقل صور مباشرة لكن الباصات والنظمات تحركت بشكل مباشر من خلف تماما هو النقطة توصول الحافلات وهو معبر أبو الزندين الذي يصل مدينة الباب بمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة قوات وميليشيا النظام نعم خالد ومتى تتوقعون المزيد من الدفعات بالدخول إلى مدينة الباب نعم الدفع الرابعة بحسب زملائي من الغوطة الشرقية وكذلك بحسب المنسقين قد خرجت من مدينة دومة في الغوطة الشرقية وهي الآن على الطريق وتحديدا في مناطق سيطرة قوات النظام لا نعلم كم من الساعات تحتاج للوصول إلى المعبر لكن نحن هنا بانتظارهم سنقوم بنقل الصور المباشرة فور وصول الدفع الرابعة إلى هنا وستحدد بعدها الوجهة هل هي مخيم شبيران القريب مدينة الباب أو منطقة عزاز نعم هل من أعداد واضحة لهذه الدفع الرابعة؟ الدفع الرابعة كما حدثنا المنسقون ستكون الدفع أكبر التي وصلت الآن ربما يصل عددها إلى ما يقار بالألف ومائتي مهجر سيتم نقلهم لو سمحت لي أغلب من شاهدناهم وعيننا الدفعات هم من المدنيين وتحديدا من الأطفال العداد الأطفال عداد كبيرة جدا لم نشاهدها في أي عمليات تهجير حصلت من قبل الأطفال ربما يعني يملؤون الباصات عداد قليلة جدا من العناصر المنضوين تحت فصائل عسكرية وصلوا بحسب طبعا من وصل وحدثناهم قالوا لنا بأن العناصر التبعين الفصائل العسكرية اتخذوا قرار لا رجعت فيه بأنهم لن يخرجوا من مدينة دومة سواء باتفاقيات سياسية ستحصل أو ربما تحصل أو حتى هم اتخذوا قرار الحسم العسكري أو سيقاومون حتى آخر نفس على حد قول المهجرين نعم أشكرك على كل هذه التفاصيل خالد أبو المجد مراسل أوريانت نيوز كنت معنا مباشرة من ريفي حلب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر